فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسراء تصريحات إسرائيلية لا تنتهي وفجوات بين الروايات التي ترد في وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين لا تجري تسميتهم وبين التصريحات الرسمية سواء الصادر عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أو عن وزير الأمن القومي إتمار بينكفير أو وزير المالية بتسل إيرس موتريتش لكن هناك إجماع في إسرائيل عن أن الكرة الآن في ملعب حركة حماس وليس في ملعب الاحتلال الإسرائيلي توقعات بأن حركة حماس ستسلم ردها للوساطة خلال الساعات المقبلة بعد المباحثات التي تجريها الحركة في القاهرة وإلى ذلك الحين طالما أن حركة حماس لم تسلم بعد ردها النهائي على مقترح أول تزعم وسائل الإعلام الإسرائيلية أنه تم التوصل إليه في اجتماع باريس خلال اليومين الماضيين فيمكن الافتراض أن ردود الأفعال الإسرائيلية هي ثرثرة إسرائيلية معتادة من المسؤولين الإسرائيليين في مثل هذه الحالات وعارة عملية التفاوض تكون محاطة بسرية مطلقة والمعلومات التي يجري تداولها لا يحاط بها وزراء الكابنت الأمني والسياسي الإسرائيلي بشكل دوري بشكل فوري مثل أعضاء مجلس الحرب الإسرائيلي فكل ما ينقل عن هؤلاء الوزراء ليس بالضرورة مصدره جهات رسمية أو تقديرات إسرائيلية رسمية إنما يكون قد نقل إليهم عن طريق أطراف ثالثة والتصريحات التي نشهدها سواء لبنكفير أو لبيتسر إلس موتريتشية للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين ناتنياهو. من التصريحات الإسرائيلية يبدو أن إسرائيل تستعد لإيطاء حركة حماس الكثير باستثناء الأمر الأساسي الذي تطلبه حركة حماس وباقي الفصائل الفلسطينية وهو وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وطالما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يوافق على هذا الأمر. فيعني أن التقدم الذي يجري أو الذي سيتم تحقيقه خلال الفترة المقبلة هو ليس تقدما كبيرا كما تحاول إسرائيل ومصادر في الولايات المتحدة التسريب. التوقعات الإسرائيلية والعربية أنه في بداية الأسبوع المقبل ربما قد يطرأ تطور كبير جدا في صفقة تبادل الأسراء. بعدما تسلم حركة حماس ردها للوساطة وبعدما تطلع إسرائيل على هذا الرد وتجري المباحثات اللازمة. أيضا في هذا الوقت يكون الاحتلال الإسرائيلي قد انتهى مما يسميه تفكيك الإطار العسكري لحركة حماس في منطقة تيخان يونس حيث لا تزال قوات الاحتلال الإسرائيلي تجتاح تلك المنطقة وتنتقل من فتحة نفق إلى فتحة نفق أخرى دون أن تتمكن من العثور لا على قيادات حركة حماس ولا على الأسرى الإسرائيليين هناك بالتالي بعد انتهاء هذه الاجتياح في هذه المنطقة التوقعات بأن التقدم في صفقة التبادل الأسرى سيكون جديا ومن غير الواضح حتى الآن إن كان الاحتلال الإسرائيلي سيعطي التزامات لن يعلن عنها بخصوص وقف الحرب على قطاع غزة هناك من الصحفيين الإسرائيليين تحديدا في صحيفة دعوت أحرنوت من يرجح أن الاحتلال الإسرائيلي قد يتعهد للوساطات وقد يعطي دمنات للوساطة بعدم شن حرب على قطاع غزة لكنه لن يعلن عن ذلك الأمر علنا وسيصر في الخطبات العلنية على أن أي رد من قبل حركة حماس في قطاع غزة سيقابل بحرب إسرائيلية بينما سيتم التوصل إلى اتفاق من تحت الطاولة أو إعطاء ضمنات إسرائيلية للوساطات بعدم شن حرب على قطاع غزة لا تزال الصورة غير واضحة في إسرائيل تريد إسرائيل نقل النقاش وكأن هناك خلافة ربما على عدد الأسرى للفلسطينيين الذين سيفرج عنهم مقابل الأسرى الإسرائيليين وما إلى ذلك من أمور لكن النقاش الأساسي هو وقف الحرب على قطاع غزة وحتى الآن لم تجري إسرائيل نقاشات جدية لا في مجلس الحرب الإسرائيلي ولا في الكابنت الأمن السياسي الإسرائيلي ولا في الحكومة الإسرائيلية هذا يشير إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يحسم موقفه بعد وربما ينتظر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى البلاد وإلى المنطقة العربية بشكل عام خلال الأيام المقبلة من أجل تحديد موقفه هناك إشارة عندما نسمعها تشير بالضرورة إلى وجود تقدم في صفقة تبادل الأسرة وهذه الإشارة هي دعوة الحكومة الإسرائيلية للإنعقاد لأن أي صفقة تبادل الأسرة يلزمها موافقة من الحكومة الإسرائيلية وليس من مجلس الحرب أو الكابنت الأمني والسياسي حتى الآن لم تدعى الحكومة الإسرائيلية لاجتماع في هذا الصياق بالتالي لا يوجد اختراق في صفقة تبادل الأسرة برغم ما يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام سواء الإسرائيلية أو حتى وسائل الإعلام الدولي شكرا جزيلا لك مرسل ناصر